حكايتنا النهاردة فعلا تحزن حج ذات مرة تاجر من تجار العراق ونزل ضيفا على رجل من أهل الحجاز استضافه وأكرمه وبالغ في الترحيب به وعندما تاهب التاجر العراقي للعودة إلى بلاده بعد أن أدى الفريضة قال للرجل الحجازي لقد أكرمتني كثيرا وإني لا أتنمى أن أراك فبلادنا حتى أرد لك شيئا من صنيعك معي فشكره الرجل الحجازي وتمنى له سلامة الوصول إلى بلاده ومرت الأيام وإذا بالرجل الحجازي يسافر إلى العراق فلم يتردد بعد قضاء حاجته بها أن يتوجه إلى ذلك التاجر وعندما وصل إليه وجده جالسا وسط بعض من إخوانه ففناء داره فاقبل عليه ناشرا ذراعيه ليعانقه ويقبله لكن التاجر العراقي انكره وبدأ ماخوذا من عناقه الشديد فقال الحجازي في نفسه لعله انكرني بسبب ثياب السفر التي ارتديها والتي يعلوها الغبار فاخلع عمامته التي يتعمم بها وبادره بالحديث لكن التاجر انكره أيضا فقال في نفسه ربما لم يعرفني بسبب العباءة التي تلبسها فخلعها لكنه وجده مستمرا في إنكاره له فقال في نفسه ربما كان القميص الذي ألبسه هو سبب إنكاره لا وعدم تعرفه عليه فخلعه لكنه وجده أشد إنكارا له وظل يخلع ملابسه التي يرتديها حتى لم يبقى على جسده إلا السروال فالتفت إليه التاجر أخيرا وقال له والله لو خرجت من جلدك فلن أعرفك هذه النوعية موجودة في حياتنا وبكثرة